خمس آلامات في منزلك تدل على أن النرجسي يمارس السحر والشعوذة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبايا؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال ما كنت قلت شنوان في فيديو خطير حصري وغير مسبوق على هذه القناة نعم بعد العديد من الطلبات العديد من الرسائل سوف أتطرق لهذا الموضوع الخطير نعم عليكم أن تنتبهوا يا ضحايا النرجسيين من السحر والشعوذة اليوم سوف أكشف عن العلامة الخمسة التي إذا رأيتها في منزلك فعلا أنك ضحية للسحر للشعوذة من طرف النرجسي وأن الشياطين تسكن منزلك نعم فيديو بطبيعة الحال ممنوع على القاصرين فيديو خطير معلومات صادمة ولكن من واجبي أن أكشفها لكم قبل البدء لايك ليصل هذا المحتوى الخطير لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين السيكوباتي والقوارد البشرية ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس فمرحبا بكم أحباني قبل البدء وكالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط إذا كنت رجلا فما عليك سوى قلب الأدوار كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم وصف لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة هذه الاستشارات قد أنقذت أرواحا النرجسي فهو كما رأينا في فيديوهات سابقة هو يلجأ لأقبار الحركات لأخطر الأساليب ومن ضمنها للأسف السحر والشعوذة هذه حقيقة عليكم أن تتقبلوها واليوم أتيتكم بالعلامات الخمس التي لخصتها لكي تكتشفوا أن في بيتكم شياطين جن سببها هو سحر شعوذة وإذا كنتم معنا الجسي فبطبيعة الحال فهذا الخبيث هو السبب إذن انتبهوا جيدا وارضطوا أحزمتكم أول علامة هي الكوابيس المزعجة أختي العزيزة إذا كنت دائما في منزلك تعانين من الكوابيس من الأحلام المزعجة تستيقظين بين الثانية والثالثة صباحا وأنت خائفة وأنت مرعوبة أو تستيقظين في الصباح ولكن كما لو كنت في حرب تستيقظين وأنت متعبة تلاحظين كدمات على جسدك وإذا تذكرت الأحلام وكانت عبارة عن أفاعي عبارة عن سقوط من مرتفعات عبارة عن حيوانات كلاب مثلا تهاجمك أو عبارة عن هروب وأشخاص يلاحقونك فهذه أول علامة على أن في بيتك فهناك أرواح شرية هذه هي العلامة الأولى وحذاري لأن الصفات الخمس عليها أن تكتب حتى تتأكد أنك ضحية للسحر وشعواذة من طرفي النرجسي الآن سوف ننتقل للعلامة الثانية ألا وهي انتفاء المصابيع فجأة وبدون سبب إذا كنت تراحلين هذا يا أخت العزيزة فحذاري لأنه ولو أنه ليس هناك مشاكل في الكهرباء في الصيانة فدائما ما تنفجر المصابيع تتعطل وهذا يحدث كثيرا وبشكل غريب فهذا دليل على أن هناك شيئا غير عادي لماذا؟ لأن الشياطين تحب الظلام لأن الشياطين تنتشر بالليل هي بفعل موجودة في النهار ولكنها تجد آريحيتها بالليل هنا أفتح قوسا هذه المعلومات بطبيعة الحال قد أخذتها بعد بحث بعد مجهود لأنني لست اختصاصيا في هذه المواضيع ولكن بما أنني أتطرق كثيرا لموضوع المرجسية والسيكوباطية فالسحر والشعوذة فهو مقترن بهذه الصفة ولهذا فأنا أتحدث اليوم عن موضوع السحر والشعوذة إذن عندما تلاحظين بأن هناك انطفاء أو انفجار للمصابيح بدون سبب فهذا دليل خطير عليك أن تنتبهي له لأنه قد يكون علامة على أن النرجسي يمارس السحر والشعوذة في منزلك أو أن هناك بالفعل طلامس والشعوذات وتعويذات هي مخفية في مكان ما في المنزل أنا هنا لا أريد أن أخلق الفوبيا والرعب ولكن عليكم أن تنتبهوا بالفعل لن يفلح الساحر حيث أتى ولكن علينا أن نكون حذرين علينا أن نأخذ بالأسباب خصوصا إذا كنا نتعايش مع الشياطين البشرية النرجسيين والسيكوباطيين إذن هذه هي العلامة الثانية وحذاري من العلامة الثالثة والتي هي الانقباط الاكتئاب ضيق التنفس الحزن عندما تدخلين للمنزل نعم هذه علامة خطيرة جدا بالإضافة للعلامتين الصادقتين فهي تدل على أن هناك أرواح شريرة في منزلك سببها هو النرجسي فعندما تخرجين من المنزل فكما لو أنك تستعيدين راحبك عافيتك ولكن ما أن تعود لبيتك حتى تنقبض روحك تحسين كما لو أن هناك مغصا في معيدتك دقات القلب فجأة تزداد وبالفعل هذا يؤدي للأرق يؤدي للغضب يؤدي للإكتئاب أنت لا ترتحين أبدا في المنزل وهذه العلامة فعليك أن تأخذيها بحذر يا أختي العزيزة ليست فقط العلامة الوحيدة وعليك أن تضيفها للعلامتين السابقتين وأيضا للعلامتين اللاحقتين الانقباض الغضب النرفزة الاكتئاب الحزن عندما نكون في منزلنا الذي يجب أن يكون مكان الراحة مكان الهدوء السكينة بعد يوم حافل من العمل من الأشغال فنحن نريد أن نرتع ولكن عندما نعود للمنزل ونلاحظ هذه الطاقة السلبية هذه السحابة السوداء التي لا تفارقنا طيلة مكوثنا في المنزل ولكن فهي فجأة تختفي عندما نخرج فهنا عليك أن تتساءل لما الذي يحدث وغالبا فهذا الدليل على وجود السحر وشعوذة في منزلك هذه العلامة فهي مرتبطة بالعلامة الرابعة التي سوف أكشفها الآن ألا وهي حدوث المشاكل النزاعات في المنزل نعم مثلا إذا كنت متزوجا من نرجسية وأيضا إذا كنت متزوجا من نرجسية فستلاحظون أنه عندما يأتي إليكم عندما يزوركم فرض من العائلة ففجأة تحدث نزاعات نقاشات أليس كذلك أريدكم أن تنزلوا إخارة التعليق وأن تؤكدوا لي هل بالفعل لحظتم هذه العلامات التي تدل على أنكم قد تكونون ضحية لعمل شيطاني عندما تكثر المشاكل في المنزل ليس فقط بسبب المشاكل التي تحدث مع المرجسية الاستفزازات لا بل تتعداها للعائلة عندما يزوركم فرض من العائلة أو جار إلى آخره ففجأة تندلع المشاكل بدون سبب حتى أنكم عندما تنظرون لعيني الشخص الآخر فهناك نفور ولو كان واحدا من الوالدين أو الإخوة إلى آخره هذه علامة خطيرة جدا تدل على أنكم ضحية لعمل سحر أو شعور فحذروا لهذه العلامة التي تنضاف للعلامات الثلاث التي ذكرتها في بداية هذا الفيديو وحذاري من آخر علامة التي تنضاف بالفعل هذه العلامات والتي تزيل الشك التي تؤكد على أن منزلكم هو الآن مرتع للشلاطين مرتع للأرواح الشريرة نعم هناك عمل السحر وشعوذة حيث ضدكم أو الآن في طور الحياكة وأنتم هم الضحية هذه العلامة هي سماع الصوات أنا هنا لا أتحدث عن الهلوسة الذي هو مرض نفسي لا أتحدث عن سماع أصوات حقيقية نعم قد تعتقدين بأن شخصا ما يناديك بإسمك أو قد يقول لك ابنك أو بنتك بأنه قد سمع أصواتا وعلى هذه الظاهرة أن تتكرر حتى لا تكون مصادفا وحتى لا يكون حادثا عرضيا عليكم أن تتأكدوا بأنه بالفعل أنتم تسمعون أصواتا وبالفعل سوف تسمعونها إذا كان هذا البيت مسكونا أي أنكم رحايا لعمل شيطاني للسحر لشعوذة النرجسي الخطير غالبا ما يلجأ لهذه الحركات القذرة عندما يفقد السيطرة على الضحية وعندما يستسلم فهنا يريد أن ينتقم يريد أن يسترجعك يريد أن يتحكم فيك ويلجأ لهذه الحركات القذرة لهذه الأساليب الشيطانية التي تدل على كفره إن عدم إيمانه وعلى أنه مجرم بكل المقهيس إذا يا أختي العزيزة أريدك أن تنتبهي جيدا لهذه العلامات وأريدك أن تؤكد لي في خانة التعاليق إن كانت تنطبق على حالتك أعتقد أنني سوف أستقبل العديد من التعاليق من الرسائل تؤكد لي هذا بأنني بالفعل لاحظت بأن العديد من الضحايا يعاني من هذا الموضوع المسكت عنه ونحن في هذه القناة لا نسكت عن الحق هدفنا هو أن نكشف هذه الشياطين ولكن الهدف الأسماع هو أن ننقذ التحالي إذا أعجبكم هذا الفيديو الصادم الخطير والحصري المرجود على لايك مشاركته على أوسع نطاق لتعمل فائدة في الوصف سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها رابطا لتتواصلوا مع روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف أيضا هناك رابط واتصاب لمن يحتاج لإستشارات شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك بمستوى أعلى بمشيئة الله قبل أن أغادر كالعادة سوف أترك لك سؤالا أختي العزيزة أخي العزيز يا ضحايا النرجسيين هذا السؤال هو هل بالفال تشكين بأنك ضحية لعمل السحر وش عوذة من طرف النرجسي الخبيث الشيطان أجبيني الآن وفورا أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق وتعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين السيكوباطيين والقوارئ البشرية الشيطانية موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم حافظكم الله من شرور النرجسي وكالعادة أحبائي كون بسعداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر